احبائي اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامتكم مدرب حياة مسيحية سؤال حلو خالص حد بيقول اشعر بوحدة غريبة حتى وانا وسط الناس سؤال مهم حلو خالص انا بشعر بوحدة غريبة حتى وانا وسط الناس في الغالب الانسان يشعر بوحدة هو وسط الناس لانه طول الوقت في حديث داخلي مع نفسه فهو مع نفسه باستمرار مش مع الاخرين ما بيسمعش الاخرين ما بيهتمش بالكلام اللي هما بيقولوه فهو بيشعر بوحدة رغم حوالي الناس كتير لكن هو بينه بالنفسه عايش في العالم الداخلي بتاعه جرب من هنا ورايح معرفش البعض سؤال رجل ولا ست جرب من هنا ورايح انك انت لما تعب ووسط الناس اشترك في الحديث بتاعهم حتى لو كان حاجة مش شيقة بالنسبالك يعني افترض مثلا ايه هما بيكلموا في كرة القدم وانت مش حابة بتكلم في كرة القدم خش معاهم في الموضوع تناقش معاهم وحساسهم انك انت مهتم بيهم وبعدين غير الموضوع للحاجة اللي انت بتحبها لكن في طول الوقت ركز على الناس اللي معاك طالما انت قاعد وسط ناس ركز على الناس اللي معاك بيبقاش حديثك مع نفسك باستمرار خش في المناقشة اتكلم معاهم قول رأيك باستمرار الجزئية ده هي اتخذك من الوحدة اللي انت فيها وبعدين وانت في البيت لو انت بقى بتشعر بالوحدة وانت قاعد في البيت ركز على الاخرين في حاجة اسمها ايه الزيارات التليفونية يعني ايه يعني بس بمجرد التليفون انك انت ممكن يكون فيه بعد اجتماعي بعد جسدي لكن فيه قرب اجتماعي بعد جسدي لكن فيه قرب اجتماعي اسأل للناس وتكلم معاهم لاحظ في المكاملات بتاعتك لما تتكلم مع حد قلل من كلمة انا وخليها انت تكتر من كلمة انت خلي تركيزك على الشخص التاني كل ما تخرج من خلال تركيزك على نفسك تخرج من الوحدة الوحدة معناها ان انا دايما مع نفسي تكلم في التليفون بتكلم عن نفسي لما اعب مع الناس بشوف ان انا الحاجة اللي بحبها ايه ده امي في حديث داخلي لكن الراجل الاجتماعي تركيزه على الاخرين كل هامور انت انت بتعمل ايه احكيلي عن نفسك انت شاف ايه ايه الحاجات اللي بتحبها الحاجات اللي بتحبهاش انا عايز الاخر كل ما تخرج من ارتباطك بنفسك لترتبط بالاخرين هتخرج من الوحدة هتوشعلك انت دايما حتى وانت لوحدك مش لوحدك وانت وسط الناس دايما مع الناس خد بالك لحيطة المهمة جدا جدا اخرج من توصلك مع نفسك وتواصل مع الاخرين تهرب من الوحدة وتعيش حياة اجتماعية في منتهى جمال اهتم بموضوع الزيارات التليفونية هتشيدك جدا جدا في حياتك اشكرك للسؤال الجميل ده شوفكم الحلقة جاء ان شاء الله شكرا